حل سريع نخش بسرعة نحل بعض المشاكل الأشهرها وعالمياً وإحنا يسا رجعين من الجمعية العامة الأمم المتحدة في حضرة معالي وزير الخارجية وكان هذا الموضوع على رأس مناقشات الجمعية العامة الأمم المتحدة وكنا مدعوين في كل لقاء هناك علشان نحكي تجربة مصر نقول إيه حكاية تجربة مصر في المبادرات الرئيسية بشكل عام للصحة العامة وبشكل خاص في موضوع فيروس سي مش إحنا اللي بنقول كده الفكرة عوضت ضعف الإمكانيات فمجارة فوروبس الأمريكية قالت لماذا لم تستطع الولايات المتحدة الأمريكية القضاء على فيروس سي كما فعلت مصر مش كلامنا دولة بحجم أقوى اقتصاد في العالم بتقول إن مصر قدرت بإمكانيات أوليلة جداً وفي وقت أوليل جداً ونشرت مقالة كبيرة بتتكلم على يعني إزاي دولة زي الولايات المتحدة الأمريكية ما قدرتش تعمل لمواطنيها اللي عندهم طبعاً برضو فيروس سي هذا الحل فبالتالي النجاح في قضية فيروس سي بس إذا كنت هتكلم عليه هي بالتفصيل مش هادر أتكلم على كل المبادرات اللي فيها كلها قصص نجاح لكن مسح 63 مليون مواطن والرئيس يقول لحد النهاردة ما تسيبوهش أنتو نجحتو مش ده معنان أن انتو وقفتو على كده الناس اللي بتخش تعمل كشف طبي في الجامعات اللي بتعمل كشف طبي في المدارس اللي بتعمل كشف طبي عشان تتعين لوظيف امشوا وراء الموضوع وإحنا لسه ممشين من عندنا لجنة عالمية راحت المعامل وراحت بنوك الدم وراحت المستشفيات عشان تتأكد من أن مصر متقدمة للدوسيد دهبي هما فيه ثلاث مستويات للتقدم لإعلان مصر خالية من مرض زي فيروس سي لأول دولة في التاريخ ما حصلتش قبل كده لسه أي دولة في العالم تعلن بشكل رسمي وده اللي هيحصل إن شاء الله في خلال الأيام القليلة القادمة باستخبال ستة الرئيس لمدير منظمة الصحة العالمية علشان يعني يبقى فيه تسليم لهذه الشهادة وده قصة نجاح للقيادة السياسية لأن هذا المشروع كان موجود من 2006 بالمناسبة ولكن من 2014 لما الرئيس قال للمسؤولين اللي كانوا موجودين قبلها تعالوا انتم محتاجين إيه إيه الدعم اللي انتوا تعملوه بس بشرط توصلوني للنجاح بالفكرة مش بالإمكانيات تحطت الإمكانيات وتحطت المجهود وتحطت النظام اللي بقى يدرس دلوقتي إزاي نقدر نعمل 63 مليون مسح إزاي نقدر نعالج 4.5 مليون حالة مرضية من أمراض الكبد إزاي نقدر حتى الأمراض التلايف الكبدي أو سرطنات الكبد الناتجة عن هذه المرض يتم علاجه بالمجان إزاي إزاي عملته كده فدي كانت حكاية مهمة جدا أنها تتحكي